احنا خلينا نتفق ان احنا بنحاول نكلم الاغلب الاعام مش فقط دول يقاط البيضاء اللي عندهم مواعيد عمل محددة احنا عارفين ان في بعض الاعمال بيبقى فيه فترات عمل خلينا ما نقولش عدد ساعات معين لان 8 ساعات و 10 ساعات و 12 ساعة ده قد يكون رفاهية بالنسبة لانواع كتير من الشهر العمل اليدوي ما بيتقسب عدد الساعات قد ما بيتقسب المجهود البدني بالانتاجية كمان وقال فخلينا مش بس فقط الانتاجية على قصد دي المجهود اللي بيقدمه الشخص للعام احنا من هنا مش بنقيمها بالعدد ساعات قد قيمها على مقدرة الشخص على انه يبقى مستمر في يومه او يكتفي بعض القدر منه بالضبط كده وعلى فكرة في بعض الاعمال مش فكرة مجهود البدني لا انا كده كده عندي مجهود يعني سعب يبقى المجهود الزهني او المسئولية اللي انا محطوط فيها ممكن تبقى اقوى بكتير علي وضغوطها النفسية علي اكتر من انا عامل بشتغل شغل يدوي وخاصة الناس اللي بتشتغل وبتكمل بشغلها بتروح البيت يعني انا خرقت من البيت بسيب كل مشاكل اللي في البيت وبركز في شغلي خلص شغلي بسيب كل الشغل خلاص وروح البيت ابدأ اشوفه انا مين انا بعمل ايه فين نفسي فين الوقت بتاعي كلنا عندنا الـ 24 ساعة الفرق ممكن بيني وبين حضرتك وبين حضرتك ان انتو بتديروا وقتوك انا مش عارفة ادير وقتي بضيع وقتي في الحاجات اللي بنقول بتسرق وقتنا ممكن بقعد اعمل يعني اقعد مثلا اتصفح السوشال ميديا بلا هدف يا سلام يا جمالة تضيع الوقت واحنا عادين من اتصفح السوشال ميديا ومهم مثلا الرياضة يعني الرياضة من الحاجات اللي بتقلل الضغوط وبتخلي حتى صحتنا احسن حتى ان احنا نقدر نشتغل وبنقول الرياضة يعني المشي لا عايز نيدي ولا عايز مثلا مبلغ مد كبير انا ممكن بطريقة بسيطة جدا امارس رياضة المشي حتى ثلاث مرات في الأسبوع التواصل الاجتماعي مع عائلتي بالضبط مهم جدا مع العائلتي واصدقائي وغيره لان في الشر ميديا قضت للأسف على فكرة التواصل انا هعمل حاجة هتواصل اجتماعيا او هتصل بالتليفون لو خرجنا مع بعض مع ناس احنا بنحبهم وبدأنا نتكلم حتى ساعة ساعتين موضوع هفوق الضغوط كمان مع الزميل بتوع العمل نفسهم في البريك احنا تكلمنا عن ضغط الوقت في ضغط كمان من ضغوط العمل هي بيئة العمل بيئة العمل المحيطة علاقتي بالزملائي في العمل علاقتي بالمدير مديري في العمل دي في بعض الأحيان بتكون ضغوط على العامل نفسه او الموظف نفسه وما بيعرفش يدير علاقاته بزميله او بمديره بشكل جيد ازاي ممكن الشخص ده يتفادى هذا النوع من الضغوطات يعني ضغوط بيئة العمل او لو بيئة العمل غير مناسبة هي من الأسباب الرئيسية للضغط النفسي اللي بيجي من الشغل بتاعنا غزبا عنك انت رايحة كل يوم لزميل مثلا فيه بينهم تنافس بصورة غير شريفة او فيه الناس اللي بتوقع بين بعض او ان انا مثلا ممكن اروح لمديري اقول له كلمة وحشة او احاول ان انا اوصل لحاجة اعلى ممكن مديري يكون متسلط ففكرة بيئة العمل لو هي غير مناسبة عشان كده بنقول المدير الشاطر اللي بيشوف بيئة العمل تناسب العاملين وتجذبهم للمؤسسة اللي هو موجود فيها ولا لأ فكرة ان انا بتعامل انسانيا قبل ما تعامل فيه او او انا عندي قوانين ولا وايح تحكم هذا العمل بس فين البيئة الانسانية في بعض الاعمال اشكرة ترعمل ازاي يعني المفروض يحصل او ممكن مثلا جروب احنا مثلا حد تجوز زعيد ملايات شخصة هنعمله مفاجئة حد طلع المعايش نعمله مثلا حفلة كبيرة الحاجات الصغيرة دي نسأل على بعض يعني ما يبقاش حضرتك مثلا في الشغل طول النهار ولما تتعب ما يبقاش فيه حد واقف جنبك فكرة اننا حتى لو فيه ضغوط وتنافس بيني وبين الناس اللي معايا او زمائلي في الشغل يبقى وقت ما نحتاج بعض خارج العمل نكون موجودين فكرة اننا ممكن اتكلم معاهم في بعض الاعمال فيها بريك في النص ليه ما نتقداش مع بعض او نتكلم او انقصدي فكرة ان احنا بنقرب من بعض وزي ما قلتلك المدير الشاطر اللي هو اللي بيكون القائد اللي بيكون انت عندك كتيبة انت القائد بتاعها كلكم ماشيين مع بعض بنسمع بعض مش انا مدير بلكو الاوامر وماليش دعوة انت نفسيتك تعبانة المكان اللي حواليك مش مناسب مش ملائم يمكن المكان اللي انت قاعد فيه مش مناسب للعمل اللي انت مكلف به كمان